نادي زمالك وبعض اللعبين داخل نادي زمالك محمد عواد فترة أخيرة كلام كتير على أنه عايز يلعب فعايز يلعب داخل نادي زمالك أمور بقت صعبة في زل وجود جنش وزل وجود أبو جبل الأمور بالنسباله الحل الوحيد هو العارة أو البيع فبالتالي نادي زمالك كان بيسوق لعواد في الفترة الأخيرة عن طريق أندية موجودة في الخليج نادي الباطن السعودي عرض على نادي زمالك استعارة اللعب ولكن طبعا نادي زمالك رفض لأسباب أن نادي الباطن عايز يتحمل أو عايز يدفع فلوس تحمل مرتبه فقط نادي زمالك عايز يبقى فيه مقابل مادي بجانب الراتب الخاص بمحمد عواد فبالتالي نادي زمالك رفض الجزئية دي لو نادي الباطن عرض مبلغ مالي بالإضافة اللي راتبه أعتقد ممكن نادي زمالك يوافق على عارة محمد عواد لنادي الباطن السعودي لكن حتى الآن نادي زمالك فيه مفاوضات خاصة باللاعب مع الباطن سواء بالعارة أو بالاستمرار مع نادي زمالك لو ما اتفقوش على المقابل المد أيضا بالنسبة للبن شرقي مش هيبقى موجود أمام سموحة فيه المباراة القادمة اليوم الخميس إن شاء الله بالتالي دي حاجة أنا بشوف أن مستر كارترون بيعرف يتعامل يقدر يريح اللعبة بتاعته ما يجدهاش يعني من المتوقع أيضا مصطفى محمد مش هيبقى موجود المطش الجاي لأن عنده مباريات متتالية لو حتى بنتكلم على دور أبطال أفريقيا برضو تلعب بيعرف يريح لعبته بشكل كبير عشف من شرقي عنده إصابة يقدر يريح بشكل مميز عنده كان بعض اللعيبة زي فرجاني ساسي برضو مصاب يقدر يريح بيعرف يتعامل في هذه الجزاء يقدر يريح مين إمتى ويقدر يشترك مين إمتى هو يعني متمكن مع فرقيته وحافظ اللعيبة خلاص بشكل كبير يقدر يتعامل معهم في المباراة كابتن محمد عبد الشافي لعب ناس الزمالك طبعا الحمد لله على سلامته يعني بعد الإصابة بيكون يعني كان موجود في تمرين الزمالك في الملعب النهاردة وبيقاذر فرقته من خلال تواجده في الملعب خلينا نروح لي كابتن رمضان